وفي اخر الرسمة الشكل معنا بيطلع بالشكل ده ده فيديو مصرع بسيط عن اه محتوى بتاع الفيديو وازاي الرسمة تكون ازاي ونتعلم ان نرسمها بنرسل شكل ده وبنفس الطريقة تطلع معنا بشكل كويس ومظبوطة ونفعش اي حاجة. فهنكملها في الفيديو ده بالشكل ده كده. هنكمل معنا لعدة اخر الفيديو عشان نتعلم الطريقة دي والطريقة الصفحة بتاعة الرسمة. سلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? المحرون عبد الرحمن في الفيديو ده هنتعلم ازاي نرسم محمد صلاح بطريقة كويسة جدا ومن غير غالطة ولا اي حاجة. كل اللي احنا هنحتاج وها نقول لكم على الادوات اللي احنا هنحتاجها. ادوات بسيطة خالص ومن غير اي حاجة ومش بكلفة. ممكن الادوات الموجودة معكم او اي اداء. طبعا دولت شوية رسمات كده مرسماتية والرسمات كلها اقديمة من سنة او سنتين يعني. اه فوركم اشكال مسلا لها او كده. وبعدين هندخل على الرسمة ازاي نرسم محمد صلاح بطريقة جميلة جدا بطريقة المربعات. بس من البعات اهل وكده ممكن احنا في طريقة المربعات فيها كزا شكل. ووريكم برضو معنا في الفيديو ده. هنبدأ نستخدم طبعا اه اول حاجة هنحتاجها ورقة. ورقة دي مطبوع. الورقة دي بتطبع بجنيه او نص جنيه بالكتير مسلا في اي مطبع او اي مكان. اه والحاجة التانية احنا نستخدمها سواء الحجم اللي هو خمسة وتتين في خمسين او الحجم اللي هو خمسة وتتين في خمسة وتتلاتين. الاحجام دي على حسب الحجم اللي معنا هنستخدم كتر برضو معنا. مصطرة عشان نقص التربيهة. نعمل طريقة المربعات. اه فرشة سواء فرشة بقى اي انواع معكم ممكن اي اشكال معنا. اه بعدك هنستخدم اقلام فيبر كاسل. مركة فيبر كاسل. ده الام فور اتش. وهنستخدم الام سكس بي. سكس بي طبعا للدرجات الغم او كده. زي ما هو اضحوا حدانكم بس يمكن بس الدرجة مش واضحة اكتر وكده. اه وبعدين نستخدم الام او الاستيكة اللي معكم العادية بس يفضل الام او او ازيكة مون زيلو. وده الام لو الدرجة اللي هي التقلة جدا يعني اتقى لحاجة. اه ودي طبعا ممكن احنا نعملها وممكن لعقة دي بودرة اه رصاص بودرة رصاص او فحم احنا تعلمناها نعملها في فيديوهات قبل كده لو هتدخل تشوفوها على القناة. وطبعا قبل ما نبدأ الرسمة كده ما تنساش تعمل سبسكراب للقناة بس لما ندرسك ده دعا القناة. لايك للفيديو. هنجيب اللي هو السكتش بالحجم ده ممكن نحن نجيبه في السكتش الصغير او السكتش الكبير ده تمام? اول حاجة هنجيب الورقة ممكن نحن نقسمها الشكل ده اللي هما خطين بس ممكن نحن نقسمها كل اتنين سنتي. اتنين اتنين. المربع يكون اتنين سنتي في اتنين سنتي. بس معنا في الفيديو احنا نعملها اربعة سنتي. عشان نكون تفرش معنا في المساعات اكتر وان احنا ندرسكها وتطلع معنا بشكل كويس. بنحدد كده عنده كل اربعة سنتي. كل اربعة سنتي بنحط اللي هي نقطة ونعمل بقى دوة كده على بقية الرسمة كلها. ممكن نسرع لكم شوية بس عشان اه الوقت الفيديو تويل او حاجة. وانتوا استفيدوا او عرفتوا الفكرة كلها انتوا تعملوا الخطوط دي ازاي? تمام? هنحدد طبعا على كل التقيهات وكل الاماكن. اربعة سنتي اربعة سنتي اربعة تمانية اتناشر. طبعا بالطول هي الورقة عشرين في تلاتين سنتي تمام? فالطول هيكون معنا خمس نقط. والعرض هيكون معي لها تقريبا سبعة. تمام? فاحنا هنعمل برضو الجزئية اللي هي تحت دي شوية كده. عشان تطلع معنا بالشكل ده. هنيجي بقى نوسل الخطوط ببعضيها. الخط اللي فوق ده بالخط اللي تحت. ولازم يكون متسويين. وكل المربعات تكون سوى بعض. عشان تطلع معنا بشكل كويس. وتطلع مزبوطة. تمام? هنوصل دي بدي برضو. طبعا مربع الاول ده اللي هو مش كامل او كده عشان الصورة اللي اعتبر خلصت. فهو جاي فيها جزئ زيادة مش اكتر. تمام? فاحنا هنوصلها بالشكل ده. طبعا معنا مربعات. طبعا ما نكون معاكم في الصورة هكون اوضح من كده. اوضح من الفيديو. لو الكواليتي اقل معاكم ممكن انتم تزود الكواليتي بتاع الفيديو. تمام? بنحدد طبعا الاتجاهات على نفس الاماكن ونفس الخطوط اللي احنا عملنا عليها. عشان تطلع معنا مزبوطة. بالشكل ده. طبعا نستخدم قلم درجة خفيفة علشان نعمل دي عشان نحنا نمسحها بعدين. لكن الصورة الاصلية لأ مش هنمسحها عادي. خليها ما فيش مشكلة. لكن الصورة اللي احنا بنرسمها نعملها بقلم درجة خفيفة علشان هتتمسح بعدين. طبعا ممكن احنا نجيب لزي عشان نلزق الصورة عشان تثبت معنا ونضعف نرسمها اكتر وكده. تمام? طبعا ده مش ليكم عادي ممكن انتم تعملوها او ممكن لا او تستعملوا الورقة بتتحرك عادي ما فيش مشكلة لو تست لو ترسموه في اللي هو كان صور خمسة عشرين في خمسة وثلاثين برضو عادي ما فيش مشكلة الصورة تكون خارجية. هنحدد لكم المربعات هنا واحد واثنين وثلاثة الحد تحت عشان امقلكم في المربع عند كزا يبقى كزا. هنا كده عند المربع رقم ثلاثة وفي المربع رقم واحد. بالعمودي المربع رقم واحد وبالعرض المربع رقم ثلاثة. المكان اللي احنا نرسم في العين. نبدأ نعمل بتاع الرسمة. نفس الصورة. هنكملها معنا بالشكل ده طبعا قلنا نعمل بتاع العين. طبعا نعمل بتاع الرسمة كلها وده الحاجة الصح. احنا لازم نعمل الاوتلين الاول عشان نبني عليها الرسمة. دي الحاجة اللي هي الاساسية. ممكن ما تكونش اللي هي واضحة قدامكم شوية. بس اللي هي ايه لازم بتركة خفيفة عشان لما تجي تتمسح او ان احنا نمشي ايدنا عليها وكده وتطلع معنا بشكل كويس. طبعا رسمنا الاوتلين بتاع العين وبعد كده بنرسم الاوتلين بتاع الحاجة. وبننزل طبعا شايفين باخد من المربع ده وحطه في نفس المربع هنا. اعتبر ان احنا بنرسم رسمة مساحتها اربعة سنتي بس. تمام? اربعة سنتي في اربعة سنتي في المربع ده. بنعملها طبعا من كل رسمة للتانية. كل مربع للتاني. فاحنا نعتبر ان كل مربع فيهم دي رسمة الوحدة الخاصة كده. فتطلع معنا اسهل وبشكل كويس. لكن بقيت المربعات كلهم بيوصلوا بعض. الفكرة كلها ان احنا بنسهل علينا الرسمة ازاي? والطريقة المربعات دي بتسهل علينا ازاي? بنرسم الرسمة ونكملهم كلهم مع بعض وطلع معنا بشكل كويس. طبعا هنا بنرسم الانف. عشان تطلع معنا بشكل كويس نعمل حتة الاجزاء اللي هي الداخلية بتاعة الانف برضو. والاوتلاين بتاعها. وبعدين بعد ما نعمل كله قول بنبدأ ان احنا نحط التفاصيل سواء العين الحاجم مسلا من خير الداء كده. تمام? والشهر طبعا هنرسمه في الاخر عشان يطلع معنا ازاي نرسم طريقة الشهر الكيرلي. نكملها طبعا كده داخلنا على العين التانية. لو تلاحظوا ان العين التانية في المربع اللي هو رقم تلاتة من فوق ورقم اه ورقم تلاتة برضو بالعرض. او على حسب المرباط على حسب السرعة معكم او السرعة دي مختلفة. السرعة دي هتلاقوها على على اي مكان على انت برضو اطلع على جوجل. سور بتاعة محمد صلاحي يعني تمام? لا بس فيها تشارت المنتخب دي. او ليفربول تالي. هنعمل طبعا الحاجم بعدين. طبعا بدرجات خفيفة كده هنرسم عليها عادي. هكده هنعمل الشفايف. نعملها بس حاجة بسيطة كده هست عشان نقدر من احنا نحدد المكان بتعداء مثلا والشنب ونرسم عليها بعديين. لكن لما نيجي نظهر هتظهر معنا اكتر. تكمل كده. طبعا معنا هي ممكن تاخر شوية في الاوتلاين بس مرضتش ان انا صرها عشان تشوفوا الطريقة اعملها ازاي. ونحن نكمله عادي. لكن مسلا في طريقة في اماكن احنا مش نحتاجها قوي فانا مسانع معكم في ها الفيديو. الفيديو الاصلي حوالي ساعة الرسمة بتاخد ساعة. لكن بعد كده بقى احنا طرم احنا متعودين فهنرسمها عادي. لكن انتم معكم انتم بترسموه هتتعرفوا الطريقة بس. وبعدين ان انتم ترسموه عادي. واو في حاجة تاني ان احنا بدل من نطبع الصورة او الناس اللي هي مش عارفة تطبع الصورة في برنامج اسمه فوتو جريت. ده البرنامج ده بيعمل لكم مربعات على الصورة والصورة هتلاقيهم بمربعات عادي. بيكون كويس برضو جدا. هنكمل عليها بالشكل ده. طبعا هنا دخلنا عالدقن وبعدين دخلنا عاللبس. التشيرت ده. نعمل بتاعه بس. وطبعا التشيرت بدرجة لون ابيض والجزئات تانية درجة خفيفة. هيكون سهل معانا يعني مستعبع ولا اي حاجة حتى الاوتلاين. ودلوقت هنعمل حدود بتحت الشعر. والودان برضو كده. احنا ملناها بس هنعمل اللي هي اللفة بس. نعمل الاوتلاين بتاع الرسمها. تطلع معانا بالشكل ده. وبكده اعتبرا ان احنا اعتبر خلاصنا الاوتلاين. ممكن بعد كده هنجيب قلم بقى درجة او اي قلم درجة تقيلة معكم عشان نرسم بها العنين مسلا بيكون غمقة شوية او قلم اي درجة من درجة بي بس كنت قيلة فوق او كده. هنعمل طبعا بيها العنين. زي ما قلت كده هنكمل نبدأ ان احنا نرسم العين وطبعا بالتفصيل بتاعتها. طبعا هاي العين دي غمقة خالص مفروض في اي عين احنا نرسمها يكون في النينة بتاع العين والنقطة اللية البيضة النقطة اللية بتاعت اللمعة بتاعت العين. الصورة دي ممكن غمقة شوية وفيها النقطة البيضة في اماكن مختلفة عشان هو بسس بسطة من على جنب بزاوية كده مختلفة. فهي تكون مختلفة شوية تمام. فاحنا نرسمها ان احنا ندس عليها خالص ومنسيب اماكن اللية فتحة. طبعا لو عبطا لكم الصورة بيكون فيها اوضح من كده. ولو معكم الصورة الاصلية بتكون القولة فيها اعلى وكده وتشوف الفرق بين دي وبين دي. هنبدأ طبعا احنا رسمنا العين كده واعتبر. هنرسم بقى بعدين الرمج بتحت العين. والخط اللي هو اللي فوق العين ده. ده بيكون موجود في معظم العين او اللية العين المفتحة طالع الفوق كده بصة بزاوية بكون موجودة فيها. كده بنرسم الرمج اللية تحت. هنمشي كلها على ونتزود بس الاماكن اللي هي تقيلة والاماكن الخفيفة بس زيادة كده ما فيش. وبيت الرسمة بيكون برضو معنا بالشكل ده. كده بنعمل الحاجب. طبعا الحاجب ليه طريقة مخصصة. ان احنا بنعملها يعني رمش رمش او خط خط سواء على حسب الشعر اللي هو فيها برضو وكده. والاتجاهات اللي هي اراها فيها مش اي مكان برضو خلاص. يعني تمام? مش بتكونش غبطة او اي حاجة. آآ معلوكم طرق كتير في فيديوهات قبل كده في حوالي خمسين فيديو على القناة. ازاي تعملوا كل الطرق وكل الحاجات ديت وبأدوات كتير جدا وكل حاجة انتم حابينها. هنكملها بالشكل ده. طبعا دخلنا مسلا الفارق بين ده وبين ده بنعمل آآ بنعمل خط اللي هو الفارق بينها. طبعا بعد ما نعمل كل ده هننمسح طبعا المربعات عشان الناس اللي بتقول مسلا المربعات تتضغل معنا بعض الصورة. لا بنمسح المربعات. بعد ما بنرسم بس الحاجات اللي هي المهمة والاساسية عشان الصورة تظهر معنا وبعدين ندخل بها بعدين نحن نمسحها عشان الصورة تطلح شبهها بالزبط زي ما انتم ونشوفت في اولي الفيديو. تكمل بالشكل. طبعا راح نرسمنا العين الاولى ودي العين اللي هي التانية. بيكون الفرق بينهم بسيط قوي بس هي بتختلف مسلا نية دي مسلا او حاجة زي كده. طبعا دي احنا مولنا لازم الم درجة قيلة مسلا على ال او هي حاجة. اه فور بي. يكون كويسة جدا برضو. لو قدرنا نحن جيب ده هيكون كويس جدا. ولو هنرسم الصورة بالم فحم يكون كويس برضو اكتر. الفضل فحم اكتر بيكون حاجة كويسة ودرجة قيلة ويجيب معنا الدرجة السوداء. لكن الم الرصاص مهام جسنا وما يجبنا ما يجبنا اضاءات الم درجة قيلة مش هجيب معنا نفس الدرجة اللوني للسوداء. هيجيب اقصى حاجة رصاص او رصاص غامق. فنخلى بالنا من النقطة دي برضو عشان الناس اللي حابة تجيب اللي هي الدرجة السوداء. ندخل بعد كده بقى في الحاجب اللي هو الحاجب التاني ده شايفين في اتجاهات تراح في الجزئية دي. وبعدين بنكمل الشعر في الاتجاه التاني. بس نكملها بالشكل نا. طبعا انتو الحاجة بشوفتوه في الجزئية الاولى واضحة برضو فاحنا نكملها برضو في الجزئية التانية بس هنا على اكبر شوية او انه هنا بتفاصيل اكتر. علشان اللي هو المكان التاني طبعا باختلاف عن مكان الاول والسروب تنسا بتختلف من شخص الى التاني وكتا. بعدين هنكملها بالطريقة دي. طبعا المنطقة دي فيها تزليل تمام? فانا بازال لكم بنمسك الاهمية الاخر ونضل الاماكن اللي هي تقيلة بس عشان نعمل الفرقات بينهم وتطلع معنا بشكل كويس في البداية. لو شايفين ان هي تغمقت كده شوية اكتر وبانت معنا زي الصورة اللي هي الطبيعي اللي قدامكم دي. تطلع معنا بالشكلة. طبعا التضليل احنا تعلمناه في طرق كتير وازاي نزل بخمس طرق معنا او ست الطرق ان احنا نتعلم بها التضليل سواء احنا ممكن نستخدم بالتضليل ده بدلا ما لمسك قدم فيه تضليل لهو بالقلم العادي. تمام? زي ما انتم شفت التضليل عامل كده ازاي? ممكن احنا نزل بتصوبع بتاعنا. سوبعنا. تمام? بتزنول عليها بعد ما بنعمل بالقلم. ممكن ودانا. ممكن فرشة. ممكن منديل. ممكن قلم تزليل. تمام? فالطرق دي احنا ممكن نزل بها باي حاجة. والطرق دي كلها انا اعملها لكم في فيديوهات سابقة. لو تطقوا على قناة تلاقوها برضو زي ما هي. تمام? وبكده احنا رسمنا الملحير يعني زي ما انتم شايفين كده كنت تتابع بس في الصورة وهتفرق معاكم. تعرفوا الطريقة بتاعتها بس ازاي? بس ازاي? بيها اي صورة تانية. طبعا الجزئية دي برضو فها تزليل بس هنا اغمق شوية. هنكملها بالشكل ده طبعا في تزليل تحت العين كده. هنكمل بعدين كده زي ما شفته في تزليل هنا في الجزئيات ديت. ممكن هنزل بقاتل الوش كله كامل. لو ممكن هنصير التزليل دي. ممكن نبدأ في الشنب. لداء الفم اي طريقة تانية. على حسب الحاجة اللي بترايحكم. وطبعا فيه ناس بتبتدي طبعا من العين. فيه ناس بتبتدي من اماكن مختلفة. اي مكان هما انتم تحبين تبدأوا منه. ابدأوا عادي. يعني الفكرة كلها دي مش فرض او اي حاجة. لا اهم حاجة اللي في الرسم. ان هي هترايحكم بس وترسموه الحاجة اللي تحبوها. مفيش فرض عليكم طبعا. تطلع معنا بشكل كويس. هنكمل الجزئة دي. تكمل معنا بالشكل ده. شايفين طبعا التزليل بس دايس على الم شوية ممكن بدرجة قيلة وممكن بدل ما احنا من دوس بدرجة قيلة. ممكن نستخدم فيها الم درجة اللي هي درجة دي كويس برضو. نعمل طبعا الفرق اللي هنا طبعا عشان نبين في هو طالع ببين في سنتين كده. بس هما داخلين لجوة تمام بس في نفس الوقت ظاهرين برضو. والدرجة بتاعتهم مش اللي هو لون ابيض بتكون غمقة شوية تمام. فاحنا نخلي بالنا من النقطة دي عشان نفرق بينها. ومن الصورة تطلع شبه وكده. هنكملها بالجوزئية دي كده. طبعا بعد انا هنا هندخل في اللي هو الشنب. الشنب والدان هما الاتنين واعتبروا الاتنين مع بعض. عشان بنفس الدرجة وبنفس كل حاجة. وكنا قبل ما احنا نبدأ ان نعملوها واعتبر كده مش محتاجين المربعات تاني في حاجة. احنا عملنا كل الحاجات اللي هي المهمة في الصورة. فنكمل عليها بالشكل ده. نمسح طبعا المربعات. عشان يعمل التزليل في الصورة تمام? نمسح كل هنا عادي عشان ما يبص معنا الصورة او اي حاجة. لكن في الشعر المربعات اللي هي في الشعر كده هتختيفي عشان الشعر طبعا بدرجة ايه لو كده او لاماك اللي هي بدرجة تقيلة ممكن نحن نسيبها فيها عادي. مش هتأثر كتير. بس ما نمسحش الاوتلاين بتاع الرسمة. عشان ده هو اللي هنرسم عليه وكده. عشان ما تتلقبطوش بين الاوتلاين والخطوط اللي هي المربعات. هنمسح الباية كله بالشكل ده كده. ويعتبر كده احنا احنا عملنا الاوتلاين بتاع الرسمة وده اهم حاجة هو ان احنا نطلعه مزبوط والنصطرة تطلع معنا مزبوطة وبشكل كويس. طلع معنا بالشكل ده. طبعا احنا نضافها خالص ما نخليش اي في خطة ابيضه او اي حاجة. عشان كده اقولت لكم في البداية انحنا عايزين الام درجة خفيفة. الم درجة خفيفة عشان نعمل بيها ما ايفر الشعر واي شعر لازم يكون صن مسنون يعني مش اي حاجة. توامAnyilla نعمل البداية الباس بتاع الشعر كده عشان يبان معنا والحيوف بتاعت الدقن عشان تبقى معنا وما نحكش عنها. تمام? هنكمل هنا في الجزئية دي التزليل اول كده على السريع نعمل التزليل قبل ما نعمل الشنب او الدقن او الشعر وكده. عشان هو يكون اعتبارا من اه منتهم من الصورة خالص وتكونوا عرفت طريقة الشعر ازاي. ونرسيم بيها. تطلع معناها بالشكل ده. ده في التزليل كده بس عادي يعلم تكم طرق كتير للتزليل وقت تكم بها كزي طريقة برضو. تمام? ده ممكن احنا نتضرب عليه عشان الناس اللي هي بتستطعب مسلا في حاجة زي كده او اللي هو مسلا الرسم من الصورة ده على طول. او اول مرة يدخلوا وتعلموا الرسم. فالصورة دي اه يمكن صعبة شوية في التزليل ولا حاجة او في اماكن محددة. وسواء في الاوتلاين او اي جزئية برضو تانية. بس التزليل ده ستعلمون في الديها التانية انا عاملها لكم موجودة برضو. لكن الصورة دي بنرسمها اللي هو عادة عشان الناس اللي عايزة تجيب الاوتلاين ويطلع معها مزبور. لو تلاحظوا في اماكن تقيلة طبعا وفي اماكن خفيفة. فاحنا بنتقيل في الاماكن اللي هي التقيلة. والاماكن الخفيفة مش بنزود فيها قوي او ممكن احنا نستخدم اي اداة تانية سواء فرشة او اي حاجة ممكن احنا نظلل بيها. تمام. نبدأ كده اعتبر هو احنا خلصنا التزليل بتاع الوش. فاضل بس الجزئية ديت وندخل بقى بعد كده على الشنب. نمكن نعملو شعرية شعرية وكمان الشعر ده صغير يعني مش لو شعر طويلة او اي حاجة. فالشعرية احنا نعملها اللي هي زي نقطة نقطة كده بس نقطة طويلة شوية. بعد من خلص التزليل خالص بندخل عليها. هنكمل كده بعدها ونبدأ بقى في بداية الشعر طبعا احنا هنعملها شعرية شعرية ممكن اما لكم بس في البداية كده بحاجة اللي هي بسيطة. تتعلموا بس الطريقة بتاعتنا نعملها خط خط وبعدين بقى سرعها لكم خالص او سرعها شوية عشان انتو يمت منوش مسام الفيديو كونوا عرفتو الطريقة بس بتتعمل بتاعتها ازاي تمام. فاحنا هنبدأ ان احنا نعمل ليا خط خط كده او اللي هي نقطة نقطة. يا حاجة بسيطة خالص كده لحد ما احنا نعملها. عشان ده الشعر بس قصير بتاعتها تمام. لكن اي شعر طويل عادي منكم بالكمل بقى الشعرية كلها. لو تلاحظوا كده اللي هي شعرية شعرية نقطة كده بتطلع معنا بشكل كويس. عشان تطلعها الشباه الحقيقي او الظبط واني هي تكون مسامات بتاعتها نفسها بردو. تمام? فاحنا هنكمل الجزئة دي. بتطلع معنا بالشكل ده هنكملها. طبعا الجزئة دي ممكن اعمل لكم بس في البداية دي اللي هي خفيفة كده. لحد ما ندخل بقى الجزئة اللي هي التانية طبعا تاقلت لكم كل الاماكن اللي هي الخفيفة. بعدين دخلنا هنا عم اصرع لكم اسرع وكده شوية. هتكمل معنا بالشكل ده. طبعا نصرحت شوية اكتر. هنكملها. طبعا ما نساش الحتة اللي هي البيضة اللي احنا سايبنا بس المسافة ديها. عشان شابها الصورة الحقيقة واللي هي بكون فوق الشفاف دي وتحت الانف. بيكون بنسيبها اللي هي جزئية بيضة او اللي هي داخل جوها شوية. فانا سايب المكان بيضعها برضو تمام? زي الاصلي يعني الفكرة كلها هنبنرسم سرور اصلي لها معنا. تاكمل بالشكل ده. طبعا بحتي اداءنا كلها كملها هنعملها. اداءنا طبعا نعتبر كلها زي الشنب برضو ونفس المسافة ونفس الحجم ونفس كل حاجة. تمام? فانكمل الى الاخر. تكمل بالشكل ده. هاي بس الفكرة كلها لحد ما نخلص لداءنا كلها ويعتبر هي قرب تخلص بس شوية فضل بس في الجزئيات اللي هالتحت الجزئيات اللي هفوق. طبعا احنا هنكملها عادي. طبعا ناسا جديدة ونستشتعمل سبسكرايب للقناة يعني عشان دعم الفيديو او اي حاجة او لايك الفيديو. عشان ما تنسوش بس. لايك وسبسكرايب. فهي بتكمل بقى بالشكل ده. هي اعتبر هي مملة شوية في موضوع الشهر مثلا كتير وكتير قوي وكده وانه واقص شعر قصير حتى لو كانت شعرات طويرة شوية او حاجة كنا سماء اسرع من كده. بس اا محمد صلاح بقى يعني عشان قولي حاجة. لو محتاجين تتعلموا اي حاجة في اي فيديو او اي حاجة ممكن انت حابين تعملوها ممكن تكتبوها في الكومنتيات. وانا اعمل لكم الفيديو اللي انت عاوزينه. وكون سايب اللينكات بتاعتي. لينك الفيس او البدري بتاعت الفيس. والصفحة الشخصية والانستجرام برضو. كده يعتبر هي انتهت شوية بس افضل فيها ان احنا انتقل بس الدرجات بتاعتها شوية. وهتثبت معنا اكتر. تمام بندخل طبعا على الويدان انا مكنتش عامل الاوتلين هو الاجزاء اللي هي الداخلية بتاعتها. فبنعملها ونكملها كده عادي طبعا فيها اماكن تقيلة واماكن خفيفة فناخد احنا الفرق بينهم. ونعملها. زي السرور الاطلية الفكرة كلها احنا ببصل للسرور الاصلية ونرسم مكانها. هو اعتبر كده فضل بس اللبس والرقبة. الرقبة فضل فها حاجة بسيطة كده عشان الشعر فيه اجزاء منه كتير جدا في الرقبة. ففضل الرقبة والتيشيرت والاوتلاين. والشعر طبعا ده ناقص برضو والباكجراوند بكون ناقصة. فهنكملها على طول. وطبعا المربعات اللي هي البقى دي بنمسحها. طبعا هنا فيه خط بس خفيف شوية يمكن مش ظهر في السرور الاصلية او هنا. بس شايفوا قدامي لو السرور قدامكم هكون اوضح من كناب كتير واقفضل. طبعا ملاش ده عبسط العل الصغير اده. لو ظهروا قدامكم في الفيديو يعني. المهم هنكملها كده سواء تضليل او نعمل فيه خطوط طبعا صغيرة كده مش واضحة قوي ع السرور الاصلية بس هنكملها عادي في السرور اللي هي موجودة معي في التشيرت بتاع ليفربور برضو ظهرها معنا. نكمل بعدها الاجزاء ديت. ممكن نحن نسرع فيها شوية برضو هكون لها حاجة بسيطة مش مستهلا او انو احنا نوقف مسلا على الفيديو او حاجة. وهي اعتبرت برضو خلصت يعني اللي هي حاجة سريعة. ممكن نحن نستخدم بقى تزليل فيها. نزول كده بالقلم وبعدين ممكن نحن نستخدم فرشة. تحت الصبعي في فرشة بس انا ضغط عليها عشان تطلع معي درجة ايه لو كده. فانا بستخدمها بالطرقة دي برضو لو محتاج اماكن درجة ايه لخالص. تمام ممكن هنزلل على الدقن شوية او اللي هي الاماكن اللي هي فوقها. عشان تبعين ان هي تطلع من الجسم نفسه والدرجة اللي هي في البشرة عشان تطلع معي نعمة. بدرجة نعمة. بتطلع معايا بالشكل ده. كده اعتبر الرسمة اعتبر خلصة افضل بس والشعر. طبعا غمعتها شوية بتظهر معايا اكتر وبتكون افضل. والتزليل طبعا بيختلف من شخص التاني فيه ناس بتحب انها تزول بالفرشة ديات او اي اجزاء من فرشة تانية او الدانة او منديل او قلم تزليل او بس بلاش قلم تزليل عشان بيجيب تارجة تقيلة تمام. ممكن بالسبوع نفسه او فيه ناس مش بتزل اصلا بتعمل بس بتستكفي بالقلم الرصاص. فالحاجة اللي ترايحكم فيها بس عادي. كل واحد يشوف الحاجة اللي ترايحوا فيها ويعملها. تمام بعدك ابقى هو لو في حاجة ناصف في البدان او اي حاجة بنعدلها والشعر بي نكمل فيها عادي. نبدأ بقى في الشعر طبعا ودرجة تقيلة خالص. فحنا هنتقل عليه. طبعا موضوع الشعر الكندي طبعا بيختلف من الشعر التاني وفيه كزا نوع شعر كتير جدا. انا عمل فيديوهات اا اكتر بكتير خالص عن الشعر وكده ولسا عمل فيديوهات التانية عن الشعر. اا الشعر طبعا بيختلف ان هو ايه. تحس ان هو داخل في بعضية اصلا كده. اللي هو مش شعر متساوي او ان هو شعر متصرح وطلع مانا بشكل كويس. تمام? فاللهو فيه اللي هو شوية على طول كده. فانا استعر عليكم الفيديو بس في موضوع الشعر عشان بياخده قطة طويل جدا. بس انت عرفت الطريقة بنمسك الالم الاخر كده وندوس على الالم بالدرجة تقيلة عشان شعر بس بتاع محمد صلاح. ده شعر محمد صلاح. لكن اي شعر تاني بيكون متساوي او شعر متصرح على حسب الصورة برضو لانتو بترسموها. عشان لما تجد ترسموا صور تانية مش لازم الصورة ديت في اي صورة تانية بتكون شكل كويس يعني. هنكمل الاجزاء شايفين انتو كده مسرعة بس شوية اكتر. عشان ما فيش حد طبعا بيرسم بالصورة دي او ايو كده او لو معاه قلم اللي هو كبير خالص او اللي هو مسك الخامة الرصاص نفسها. مرة تانية او تسوش تشتركه في القناة لا تنسوش تشتركه في القناة. لايك للفيديو. ودبعا الناس اللي معجبته هاش ديس لايك برضو. او مش ضد حاجة. تمام والشعر كده وكل دخل في بعضية اصلا يمين في شمال في ملفوف في كمية حاجة كتير فاحنا نكمل شعر عادي يعني. بطلع معنا بالشكل ده. فهنكمله عادي ممكن هنزل عليه عشان لو في درجة دي لاقوي او اي حاجة. تطلع معنا بالاشكال المختلفة طبعا في اماكن في الشعر فتحه او النواة الدوق جاي من وراه اصلا. فبتختلف شوية او اني اطلع فتحه اكتر. هنكمل طبعا الجزئة دي. فاضل كده بقى ممكن ايه? بتاع الصورة طبعا غمقه وهنا في الصورة الاصلية فتحه معنا. او لو انتم شايفين في مربعات ممكن هنزل عليها لو مجدش معنا بدرجة تقيلة. هنمسح بعد كده المربعات. بعد ما نزلل ممكن انتمسح المربعات قبل ما نزلله كده. فطلع معنا بشكل احسن. ممكن احنا ناخد شوية تضليل من الشعر ونكمل في باية الصورة بدلا ما احنا نستخدم او اي حاجة. شعرك هي كده تقيل فاللي هو حتى لو جاء عليه مش هيفرق اوي او كده عشان هو شعر مش متصرح. وبعدين نخلي اسم حمود صلاحي يزرح شعره. تمام فالتظليل طلع معنا بالشكل ده. طبعا في اللي هو اي الخطوط ممكن من الزهرة قدامكم قوي او كده بس الزهرة معي فانا ممكن ان انا نمسحها. الشعر طبعا بتاع اللي هو كان دخل في بعدي او اللي هو زهر خطوط اكتر وكده فظللت عليها شوية فاللي هو اختفى وظهر زي الشعر اللي هو الطبيعي. طبعا الخطوط اللي احنا نرسمينها بنا نمسحها بعدين. المربعات اللي احنا كنا عاملينها. هنكمل بعيتي الرسمها بالشكل زي. زي ما انتو شايفين اللي هو كده عادي. وكده اعتبر ان احنا خلصنا وصلنا لهاية الفيديو. اه يا ابو الفيديو كنا عجبكم. طبعا اهم حاجة ما تفصوش اللي امضة بتاعكم. امضة الجميلة طبعا. اه ومش شرط ان كل رسام خطو يكون جميل يعني الخطو حيش جدا تمام. فالله هي الفاكرة كناها الناس اللي هي بتفرق بين الخطات والرسام. اتمنى الفيديو كما عجبكم. تصوش برضو تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. سلام عليكم. اشتركوا في القناة